أحدثها أغنيته كدبة هل تكشف أغاني شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب هل أخيرة طبيعة علاقتهما بعد الطلاق؟ شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب تصدر اهتمامات الجمهور في الفترة الأخيرة بعد تجدد الشائعات حول علاقتهما وعودتهما مرة أخرى بعد الطلاق وكذلك بسبب الأغاني الجديدة التي طرحها الثنائي في الفترة الأخيرة والتي أثارت ضجة كبيرة بسبب ربط الجمهور بينها وبين علاقتهما وأثار الفنان فسام حبيب ضجة كبيرة مؤخرا بعد طرح أغنيته الجديدة كدبة والتي ربطها الجمهور بعلاقته بزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب خاصة أنه حذف بوستر الأغنية بعد نشرها على حسابه باستقرام قبل طرح الأغنية كاملة على يوم وتزامنت أغنيتها مع الشائعات التي خرجت مؤخرا حول عودتهاما مرة أخرى وتعتبر الأغنية بدية تعاون حسام حبيب مع شركة الروتانا وكذلك أول أغنية له بعد غياب طويل عنز السحة الفنية والغناء منذ زواجه من شيرين عبد الوهاب وحققت أغنية حسام حبيب ضجة كبيرة بسبب كلماتها بالإضافة إلى عنوانها كدبة حيث وجه حسام حبيب رسالة قاسية إلى حبيبته السابقة في كلمات الأغنية والتي تقول كدبة مليانة عيوب طبعك قلابة بتعيش في دور إنك متسابة أستاذة في التمثيل واخدة شهادة وتوكيل بتخبئ وشوشك وبالتداري في وش غلابة نسية ناكرة الأيام الحلوة معايا مش بنت أصول ولا فكي مزايا شخصياتك أنواع هيلة في فن الأوجاع وخلصت أنا منك آه خرجتك من جويا وأثارت أغنية حسام حبيب الجدل بين الجمهور مما دفعه إلى غلق خاصية التعليقات على انستقرام بعدما اعتبر البعض أنها رسالة غير مباشرة إلى شيرين عبد الوهاب بعد طلاقهما مؤخرا وعلق مؤلف الأغنية عمرو المصري على هذا الجدل وقال في تصريحات له مع برنامج أيتيب العربي إنه كتب كلمات الأغنية وعرضها على حسام حبيب منذ أكثر من عام وبدأ العمل على الأغنية منذ فترة طويلة قبل طلاقها من شيرين وكشف أن الأغنية لا يقصد بها شيرين أو أي شخص آخر مشيرا إلى أنه فعل نفس الأمر مع شيرين عبد الوهاب بتقديم كلمات أغنية درامية حول الانفصال والتي غنتها في فترة ارتباطها بحسام حبيب وجاء ذلك الجدل بعدما أثارت أيضا شيرين عبد الوهاب نفس التكهنات في أغنيتها الأخيرة الدهب والتي طرحتها أيضا بالتعاون مع شركة روتانا وقدمت بها كلمات اعتقد البعض أنها موجهة بطريقة غير مباشرة إلى حسام حبيب حيث قالت بها ما أحنى قولنا أكبر ولنا قلنا عيب عليك قولنا حاسب من زالنا مالك واقف متكدر على الله لا يقدر هو كلام نادها بخدر قدرة تقدر كنت الحيلة المتصدر للنس متصدر مش كان من الأول إحنا أن استغنينا لفيت الدنيا أهوى وجيت لي وهتبوس على يادي مش كان من الأول أحنى استغنينا الشائعات تطارد شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مجددا وواجهت شيرين عبد الوهاب مؤخرا شائعات عديدة حول عودتها إلى حسام حبيب بعد الطلاق حيث زعمت عدة صفحات على مواقع التواصل وتقارير أن شيرين عبد الوهاب عادت سررا إلى طريقها حسام حبيب بعد طلق عدة الشهرة وأنها عادت إليه للمرة للثالثة بعد طلق مرتين ولكن محام شيرين عبد الوهاب نفى أيضا هذه الشائعات بشكل حاسم في عدة تصريحات له وأكد أن شيرين عبد الوهاب غير مرتبطة وغير متزوجة ولم تعد إلى طريقها حسام حبيب وواصلت شيرين عبد الوهاب تجاهلها لهذه الشائعات حيث ترفض التعليق عليها وتترك هذه المهمة إلى فريقها القانوني وكان محام شيرين عبد الوهاب قد كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة أنه لا توجد مشكلات بين شيرين عبد الوهاب مع طليقها حسام حبيب وأنها انفصلت عنه بطريقة ودية مؤخرا وهو الأمر الذي قد يكون سببا في استمرار تداول للشائعات حول طبيعة علاقتها ما بعد الاطلاق وحول عودتها ما مرت ثالثة وهددت شيرين في آخر بيان لمحاميها بملاحقة مروجية للشائعات وذكرت تتوعد كل من يخوض في سيرتها بغرض الإساءة إليها وشغلها عن متابعة مسيرتها الفنية بالجديد في مجال الغناء وقد كلفت الفنانة مستشارها القانونية بملاحقة ادعياء الشهرة بما هو مناسب من إجراءات حازمة لكف يدهم عما يفعلون وتؤكد أن صداقاتها بمنأ عن الشبهات وللتأويلة وأن جمهورها يستحق منها ما تبذلها من جهد فائق لطرح أغاني جديدة حيث لا يشغلها حاليا إلا فنها وتأتي هذه الشائعات حول شيرين عبد الوهاب في الوقت الذي يحتفل به جمهورها بعودتها إلى الغناء بعد غياب طويل وكذلك بالانفراجة التي حدثت في أزمتها مع شركة رواتانا حيث طرحت الشركة مؤخرة أول أغنية في التعاون الجديد بينها وبين شيرين عبد الوهاب وذلك من خلال أغنية آل الدهب والتي فجأت بها شيرين عبد الوهاب الجمهورة وتعتبر أول عمل فني لها في العمل جديد وحازت على تفعول كبير وذلك بعد ظهور شيرين عبد الوهاب الخاطفي مؤخرا على مصرح حفل جوائز الترفيه في الرياضي 2024 ترجمة نانسي قنقر